التقى وزير الخارجية سامح شكري مع خسيمانويل الباريس وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني على همش المشاركة في أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي هذا وقد أشاد الوزير شكري بمواقف إسبانيا المتوازنة تجاه مصر في مختلف الأطر الدولية كما أكد تطلع الجانبين نحو تعزيز علاقتهما الثنائية وعرب وزير الخارجية عن تطلعه نحو الانتهاء من توقيع اتفاق إنشاء اللجنة التنائية الاقتصادية والفنية فضلا عن الدفع نحو تفعيل مجلس الأعمال المصري الإسبانية مثمنا المشروعات التي تنفذها الشركات الإسبانية في مصر في مجال النقل واستعرض الوزيران آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وفي ليبيا حيث شددها على أهمية الإبقاء على تنصيق المتواصل إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء دوليا أو إقليميا والمتعلقة باستقرار وأمن الجوار المتوسطية بما في ذلك التنصيق لتنفيذ المقترح الإسباني لعقد قمة لدول الاتحاد الأوروبي مع دول الجوار الجنوبية خلال الرئاسة الإسبانية القادمة للاتحاد الأوروبي اشتركوا في القناة